أن يدركوا أن أساس البقاء والموجود هو المحبة غريب ألم يدركوا أن المحبة أن فلسفتهم خاطئة ألم يدركوا بعد هذا السؤال عندما يسألوني يقول لك طيب إذا هي متطورة ألم تعرف أن الكون كله محبة فلماذا هكذا يتصرفون هذا أنا أجبت عليه لأنه إحنا ليش أقول لك أنه الموضوع جدا عميق ليس بسط أنا أجبت على هذا السؤال هذه إحنا رجعنا إلى الأول يعني البدايات الأولى الكائنات الضوئية ما كان عالم مادي العالم المادي هذا أسس أو بنية لاحقا العالم المادي الكائنات الضوئية الكائنات الضوئية الآن انتبهي أجيبكي الكائنات الضوئية فقط نركز كائنات الضوئية خرجت خلقت من روح الخالق من هنا نبدأ وأنا حتى وضعت الحلقات مع الرسم لكن إذا الآن نرسمها ممكن أربع خمس ساعات بس موجودة بس أقول لك بالمختصر ماذا حدث فهذه الكائنات الضوئية هذا بالمختصر التفاصيل موجودة بحلقات مع الرسم بس المختصر أريد أقول لك حاجة فالكائنات الضوئية الآن بدأت أيضا تنتج أو تخلق كائنات الضوئية تخلق كائنات الضوئية الآن فقط أبقي بالغير المنظور الضوء كائنات الضوئية تخلق كائنات الضوئية كائنات الضوئية إلى أن وصلوا مرحلة الكائنات الضوئية أصبحت الخلق جدا بعيد من الأول من الخالق الأول من الأنفاس الأولى الأجيال تكاثرت مليون جيل مليونين جيل لكن هذا عميق عميق بالرسم أفضل أنا وضعت مثل يعني وضعت هذا بالرسم بالرسم أفضل أعتقد فقط الكلام ممكن ما بعرف بالنسبة لك بس أنا سعيد جدا أن أجيبك فالأجيال البعيدة الأجيال البعيدة قسم منها بدأت قالت إحنا عندنا الحكمة وعندنا القوة هذه بعيدة عن المصدر ما بعرف مليون جيل مليونين جيل فبدأوا يعلنون أنهم الأسياد وأنهم القوة ليه هيكي أيضا أجيبنا أجيبنا على هذا الأمر لأنه وضحناه بمسألة القطة هذا أرسمه لكي مسألة القطة أي شاهد شاهد أي شاهد الفيديو بس هو أقصد وهي هذه مهمة جدا يعني شخص هون هذا شخص هون نفترض هذا الشخص نفترض يعني فقط وهذه قطة قطة عنده أنا أتحداكم بهذا الأمر طيب أنت أنت الشخص هذا الشخص وهذه قطة أنتم أحكموا أنت بأي أنت خالقها أنت خالق القطة معنا أنت خالق القطة و الآن حدد إذا تقول لها أنت عندك ألف متر أنت عندك ألف متر ألف متر يعني واحد كيلو متر حرة تمشين لكن بعد ألف متر يجب أن ترجعي عندك هيك يعني عندك كل شيء حدائق تضحكين ترقصين لكن ألف متر أرجعي تكتشف أنت بعد مليون سنة لو تستمر هذه تصبح ذاهبة خارجة ذاهبة خارجة ذاهبة خارجة أنت تقول تقول إيش هذا ما فيه ما فيه خلق ما فيه ما فيه معنى لو تقوم حتى إعطاؤها مليون كيلو متر نصبح ملل نعم مليون مئة ألف كيلو متر نفترض هكذا تقول لها أنت عندك مئة ألف كيلو متر فقط لكن لا تتجاوزين أرجعي أيضا بعد مليون سنة تجد أنها ترجع يعني بعد مليون سنة أنت تبلغ تسأل تقول أنه هذا أصبح أوتوماتيكي يصل هون يرجع يصل هون يرجع ذاهب راجع لأنه خاضع طيب إذا أعطيت لها الحرية قلت لها أوكي أنا أخلقكي وأنت حرة أنت تعرف أنها ممكن تصل هون تتركك ممكن تصل هون تقول لك خلاص أنا عاوزة أشوف حياتي إيه تقول لك أنا عاوزة أشوف حياتي أنت خلقتني أنت ليه مرتبط فيه أنا عاوزة أشوف حياتي فالخلق بس أريد أن نوضح لكل اللي يسمعنا أنا وضعته بتفصيل أكثر يعني أعمق من هذا فقط هذا المختصر فهو الخلق أنت كيف تحدد الحرية الخلق الخلق كيف أنت تحدد أنك تعطي الحرية بأي يعني إذا تقول لهم ارجعوا لي هذا يصبح روبوت لأن يجب أن يرجع لأن هذا يكون خاضع يعني يعيش عفوا يعيش هون يرجع يعني بل بل يجب أن يرجع إذا تعطيهم ها كل الفضاءات قسم منهم أنت تعرف قسم منهم يقول لك بعد ما إحنا ما نرجع فهو التكوين الأول التكوين الأول كانوا قريبين الآن نرجع نسمي هذا المصدر هذا المصدر التكوين الأول نرجع هذا المصدر فالتكوين الأول هنا كانت كائنات ضوئية وعوالم ضوئية مش مادة التكوين الأول عوالم ضوئية مع كائنات ضوئية حكيمة قوية قريبين جدا من المصدر بعدها بدأت الانتاجيات فهذا جيل ينتج أنتج أجيال أخرى نرجع للرسم من العوالم الضوئية وكائنات عندما نقول كائنات يعني عندهم فكر تطور خلق واستمرت العملية أجيال بعد أجيال لكن مع الخلق إيش حدث مع الخلق انتبهوا مع الخلق إيش حدث ابتعدوا عن المصدر هو يجب هكذا لأنه التوسع بالأكوان عندما الأكوان تتوسع ماذا يحدث فيصبح ابتعاد فأصبحت الابتعادات ابتعدوا الآن ابتعدوا الآن مرة أخرى وكر الرجان كل شخص يسمعني هذا مختصر لأن احنا وضحناه أعتقد ثلاثة أربع حلقات الآن شائنات ضوئية وعوالم ضوئية بتعادت ما بنعرف مئة مليون سنة ممكن خمسين مليار سنة نصغر بعد لأنه عندهم القوة الخلق الحكمة لحد الآن نبقى بالعوالم الضوئية ما فيه مادة رجان ما فيه مادة طيب شاهدوا الآن كم بعيدين الآن وصلنا إلى نقطة خلي أصغر أكبر آه أفضل يلا الآن وصلوا إلى نقطة كائنات الآن ننتبهوا هنا كائنات نقول وهنا كائنات آه وهنا كائنات هذه يعني سلالات جديدة آه هذه بهذا المستوى ضوئية عوالم يعني عوالم عوالم ضو كواكب نجوم هكذا فهذه واحدة منها من هذه السلالة قررت يحقها بالقرار قالوا إحنا نريد نعيش لحلنا إحنا عاوزين نحكم إحنا عندنا كل شيء ما بالريد هم هكذا أصبحت نعم أصبحت تصارع قالوا لا نريد واحد يتدخل بشؤوننا أين الخطأ هو ما فيه خطأ ركزوا ركز ما فيه خطأ لا يجب أن يكون هكذا لأنه هم وهو إذا إذا وضعوا تحت الخضوع بصي إذا وضعوا تحت الخضوع الكل انتبه لها إذا وضعوا تحت الخضوع الكل تعرفين أي شيء حيصبح حيصبح انكشاف انكماش يعني المكون يقول لك إيش أنا جاي أعمل حيرجع كل التكوين لأنه لأنه بعد مليارات من السنوات ها بعد مليارات من السنوات يعني يكون مثلا ضوء يطفى يشتعل يطفى يشتعل أوتوماتيكي مزعج فما فيه الخالق لا يتعلم هذا درس مهم ما فيه تعلم هذا درس مهم ما فيه أي تعلم التعلم لأن الخالق يجب أن يتعلم أيضا الخالق يجب أن يتعلم وإذا يجب أن يتعلم يجب أن يعطي حرية وإذا أعطى حرية يصبح كسر يجب أن يصبح كسر يجب أصبح الكسر هنا أصبح الكسر قسم من الكائنات اعترضت على هؤلاء قالوا أنتم أخطأتم نحن ما نعرف اللغة هذه فقط لغتنا البسيطة جدا لكن هم ماذا حدث عندهم كيف يتفاهمون فوق نطاق حتى إدراك هنا هذا كان جدا عليا حتى وإن قلنا أنها بعيدة جدا عن المصدر هذا المصدر فقط أقول لكم هنا هذا قلنا المكون الأول يعني الخالق فهي الآن بعيدة تمام طيب هؤلاء عندما بدأوا أيضا ينتجون سلالات بدأت السلالة المستقلة الآن السلالة المستقلة أوكي ممكن سحبت قسم من هؤلاء سحبوا قسم من هؤلاء ممكن حدثت إلى أن وصلنا إلى مستوى الآن هنا انتبهوا هذا المستوى تمام الآن إحنا ما بنسميها السلبية حقيقة لا نريد أن نسميها السلبية هذه نقول مستقلة بدأوا بالتجريب يريدون أن يحولون الضوء إلى مادة يقول لك نخلق نكون أكوان مادية وحتى أريد أقولكم هناك نظرية أن الأكوان المادية هي من صناعة الكائنات نفسها تعرفون هاي المجرات والأكوان كلها من صناعة هاي الكائنات وممكن هذا يصدمكم أي التكوين المادي لأنه لو تفكرون جيدا كيف أصبحت المادة الآن هذا موضوع فلسفي المادة كيف أصبحت هذه المادة ولماذا أصبحت المادة ما هو الخالق العظيم يبقى بعوالم الضو أجمل وأحسن فكروا بهذا ليه المادة أصبحت 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 لاحظي المادة أنا أعتمد هذه النظرية المادة يعني المجرات النجوم هي من خلق وصناعة كائنات أي تعرفون من صناعة كائنات الآن نأتي إلى هذه الآن الأخيرة فهذه فهذه بدأت بخلق المادة تجرب وحتى تريد أن تجرب أن تخلق كائنات نقول شبه ضوئية وفيها مادة معانا فأتت نقول بصناديق بس مش عندما نقول صندوق يعني لا ترون صندوق يعني صندوقي هي مثل الأرض يعني كصندوق في الأرض ممكن صندوق حجمه بقدر القمر من يعرف نعم هو هاي المشاريع وبدأوا يجربون بصناعة من روحهم أنه كائنات تكون فيها مادة يحاولون ما بعرف يعني التجربة الأولى ممكن فشلت الثانية فشلت مئة ألف سنة مليون سنة هذا كله مخفي ما نعرف إلى أن استطاعوا أن يصلوا إلى كائن هو ضوء وهو مادة الذي يسمى بهذه التسمية الدراكونيا ولهذا الدراكونيا عندهم أجنحة ركزوا هذا مرتبط ليه عندهم أجنحة الأوائل الأوائل من الدراكونيا أفعويين مجنحين لأنهم آتين من أصول ملائكية تعرفون فهو من هناك فصنعوهم أي ولهذا هو الدراكونيا الدراكونيا الأول ما بيعرفون أصلهم من أين أتوا صعبا جدا صعبا جدا تمام صنعوا وضعوهم في هذه الصناديق ممكن تجربة أولى ثانية ثالثة عشرى عشرين أربعين لم تنجح فشلت أو نجحت جزئيا هذه الدراكونيا الآن عندها حس وعندها فكر وعندها روح وعندها قرار كسرت الصناديق الضوية نعم وانطلقت إلى الكون ما بيعرف كم واحد ممكن مئة مليون دراكونيا ممكن مليار أصبح ما يسمى بالشرخ الكوني هكذا أسمينا الشرخ كائنات قوية ما بين المادة والضوء نعم وحرة بالأكوان أيضا تفكر وتفهم أيضا اجتمعوا لدراكونيا الآن عاوزين يخلقون ويسيطرون الآن في كل هذا هناك شيء آخر الكائنات الإيجابية تراقب هذه كائنات إيجابية هنا هاي سلالة الأخيرة تمام معانا من السورس هذا من السورس هذا السورس أتينا هذه الإيجابية ما تزال مرتبطة بتعاليم القبل عندها الحكمة لكن لم نقول لا لم تكسر وهي تراقب الأحداث فهذه وجدت أنها لدراكونيا يتكاثرون ويسيطرون هذا يجب أن تقرر هذه الكائنات الإيجابية انتبهوا الآن هذه الكائنات الإيجابية انتبهوا ما تقدر تمنع ما بتقول تعالوا هنزيلكم بحرب لا ما يعملوها لأن هذا ضد الحرية أنتم معايا جاي تلاحظون الأمر الأمر جدا عميق يعني أبداً ما يعملوها أبداً ما يعملوها لأنه لو نفترض عامليها لو نفترض عامليها طيب ما نقول لهم ليه أنتو عملتوه هون ممكن تعملوه ضد ضد هؤلاء الذين كسروا أو عفواً ضد هؤلاء الكسروا وتزيلوهم ما تصير هيكي لأن هذا عنده حرية وهذا عنده حرية فالآن نرجع للدراكونيان أنا ما بعرف أعدادهم الأوائل ضوئيين شو الدراكونيان شبه ضوئيين ومادة يتكاثرون وعندهم كسر بالوعي يعني أخرجوا أو أنتجوا من تجارب مش كاملة بالصناديق الضوية وخارجين نعم عندهم كسر بالوعي مش كاملين هذه الكائنات تراقب الكائنات الإيجابية تراقب أيضاً مباشرةً هي بدأت تخلق تخلق مقابل لدراكونيان كائنات مادية إيجابية ما بين ما يظهر عنهم بدأوا يخلقون إيجابية كائنات إيجابية حتى يوقفون الدراكونيان فبدأوا هؤلاء بالتكاثر وهذه الدراكونيان يبقى بدأت بالتكاثر من هذه الإيجابية؟ من هذه الإيجابية؟ هي الإندروميدان أو يعني الأوائل من الإندروميدان فأوائل الإندروميدان أصولهم ملائكية وأوائل لدراكونيان أصولهم ملائكية وهذه هذه الآن الإندروميدان بدأت تنتج أجيال وهذه أيضاً بدأت تنتج أجيال وبعدها أصبحت الحروب ما بين الإندروميدان والإدراكونيان في مجرة التبانة أوكي وبدأت الصراعات الآن اكتشفنا إحنا اللي الآن الجنس البشري نتيجة كل هذا التاريخ فإحنا ما نقدر نحسبها يعني إنه الدراكونيين ألم يعرفوا إنه الكون كله محبة مش هكذا نحسبها لا الأمر أعمق جدا عميق هذا الأمر هذا ملخص صح يعني أعمق أعمق من إنه ألم يعرفوا إنه الكون كله خير وكله محبة مش هكذا هناك تصارعات وقرارات وهناك كون ضوئي ومشاريع صناديق ضوئية وكسر بالوعي كثير كثير هذا عميق الأكوان والقصة الكونية جدا عميقة أي مو بسيط هذا يعني تمام كون أعمق مما كنا نتصور أوصى أكبر من نر لا ويبقى وتبقى هناك الغاز أكثر وأكثر وأكثر الآن ممكن بدأنا فقط هذا جزء من العشر من العشر يا عزيزتي من الأمور الغير معروفة لأنه يعني عندما تفتح هذه الأمور تكتشفين كائنات أخرى وعندما حتى تتعرفين على الكائنات الضوئية يعني عندما ممكن تتعرفين على هذه الأجيال تنصدمين أكثر أشكالها وطريقة عيشها أي يعني يعني فيه فيه كثير من التاريخ اللي هو مش معروف حول حول هذه الكائنات صغرت القصة حصروا هذه القصة بالدين مع الأسف الشديد يعني أي وأسموها على أساس شيطان ومش شيطان ومش عارف فيه أي ويوم قيامة كله خاطئ هذا تصغير لحقيقة ما ما حدف أي هو حتى الخالق المصدر صغروه جداً أنا اكتشفت اكتشفت أن الله أكبر 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 من ما أنا تصور جداً بالحرية وبالقوة وبالأي طبعاً هي مجرة تدبانة وتعتبر ذرة تحب ترمل في في تريديونات يعني والتون غير محدود لحد الآن لم يجدوا له خدود يعني أبداً هي يفوق للإدراك البشري أي طبعاً فعلاً صح لكن فقط أريد أن أبقى على يعني على هذا السؤال الأول أو الأسئلة هذه فهي ممكن من كل هذه التجربة تعلم الكائنات من تجاربها فلدراكونيان كثير تعلموا من التجارب ولهذا موجودة دراكونيان أصبحوا إيجابيين جداً تلاحظين؟ لأنه هو من هذه الخريطة كانوا نكتشف أنه الكل يتعلم حتى الخالق هذا في ثراء يعني في ثراء هو يعتمد هو يعتمد حسب قرار الكائن وأيضاً بالمناسبة خلي نبقى مع هذه الصورة وبالمناسبة بعدها تكتشف أنه أنت عندك الحرية ماذا تختار؟ تريد أن بأي طريقة تعيش بأي فلسفة؟ الخالق ممكن نقول لا يتدخل أي ولهذا لدراكونيان عملوا عوالمهم التي يعني هم رأوها ولأن دروميدان أيضاً صنعوا فلسفتهم فهو كل كائن كل مجرة كل حضارة هي تصنع الفلسفة التي هي تراها لاحظي بسبب الحرية الموجودة في الأكوان هم ماذا اكتشفوا لدراكونيان بعد كل هاي المسيرة أنه كل السلبيات أدت إلى أنهم ما بيقدرون ينتشروا يعني هو تصغير أصباح أقصد وهذا موضوع آخر وضحنا يعني هم اكتشفوا أنه هاي السلبيات تتصغر تتصغر ما يقدرون إلا إذا يتحول إلى الضوء لأنه بالضوء فيه توسعية في حين بالفبركة ما يقدر يبقى محصور في نقطة يعني يبقى مثلاً في هاي النقطة ويجب أن يهرب إلى مجرة أخرى من أجل أن يفبرك فهو مثلاً كله هروب اختفاء ها ما يقدر يعني كله بالخفاء كله يجب أن يسيطر لأنه هو عندما يريد أن يسيطر كيف يسيطر يجب أن يفبرك طيب هذا حيتعب مليون سنة يفبرك كله تعب لأنه الشعوب المجرات يكتشفوه لأنهم بصي هم يفبركون يفبركون لكن هذه كلها ترى انتبهي فهي هذه سوف تتصرف طيب ما هو هذه جداً متطورة أيضاً عندهم تكنولوجيات ومركبات يوقفوه فهذا يفبرك ايش هيعمل هذا الذي يفبرك حيهرب إلى كوكب آخر أو مجره أخرى تمام من أجل أن يعيش فيفبرك هنا أيضاً يكتشف يكتشف من هؤلاء يوقفوه فيتعب هذا المفبرك ما فيه نهاية يتصغر لأن إذا سمحوا له نفترض سمحوا له يفبرك حيأكلهم كلهم وإذا أكل هؤلاء حيصعد للفوق وإذا صعد للفوق حيصل للسورس وممكن هو هذا كان المخطط بتاع الدراكونيا الأوائل تعرفين؟ نعم إنهم عاوزين يبلعون الكل نعم نعم موجودة هذه الفكرة فهذا لا يسمحون له هؤلاء لا يسمحون لهذا أن يحدث فتحركوا ولهذا تجدون التوازنية ما ينجح السلبي ما تنجح ليه ما تنجح؟ لأنه باستمرار الإيجابية ترصد باستمرار لأن إذا ما يرصدون سوف يبلعون يعني الدراكونيين يبلع هؤلاء وعندما يبلع هؤلاء الدراكونيين يقولون آها نحن الأقوية بصوا نحن نجحنا أصعدوا ويبلعون هؤلاء ويصلون إلى الخالق يبلعون الخالق ما بيصرهم لا يسمحون يعني هؤلاء ما يسمحون فهؤلاء يتحركون يوقفون يوقفون الدراكونيين الدراكونيين يتعب 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 يسلمون فهم يعني هي أريد أقولك حاجة هي مجرة التبانة هذه ممكن المحاولات ما بعد مليون محاولة لمجرات أخرى من الدراكونيين عاملين فبركات إلى أن عثروا ما بعرف أما عثروا على مجرة التبانة أم خلقوا مجرة التبانة مع كائنات أخرى ما بعرف هذه مجرة التبانة و فبركوا الآن انتهت الآن انتهت اكتشفت الآن أيضا المجرة التبانة فقسم الدراكونيين أصبح إيجابي وقسم منهم الآن هم يحددون مصيره يعني على أساس هناك اسمه ما يسمى بسجن ما بعرف فيه سجن يضعون ما بعرف مجرة أخرى كون آخر كوكب آخر أي هكذا يعني فالأمر جدا عميق أنه العوالم في البداية كانت ضوئية مش مادية إلى أن أجال بعد أجال أجال بعد أجال وأصبح الشرخ الكوني وأصبحت كائنات ضوئية مستقلة بدأت تجرب بخلق المادة وخلقت كواكب ومعها تحاول أن تخلق كائنات مادية فبدأت بصناعة هاي الكائنات تكون ضوئية ومادية لأن ما بيقدرون مباشرة مادية بالمناسبة أي مش يعني مباشرة مادة ما يقدرون يجربون مرة مرتين عجرة مليون فصنعوا لدراكونيان الذين هم من الضوء لدراكونيان ضوء ضوء مادة ضوء مادة ما نجحت هذه كسروا هذه الصناديق هربوا لدراكونيان يعني طائفين في الأكوان وبدأت القصة تأخذ هو هذا المجرى الصراع إلى أن وصلنا إلى مجرى التبانة وصلنا إلى المجموعة الشمسية ولهذا أريد أن أوضح لكم شيء بمناسبة هذا شيء مهم أنه لدراكونيان الذي كانوا يديرون الأرض يعني معروفة هذه مثلا هناك دراكونيان في الأرض هؤلاء جدا صغار يعني هذا هو موظف موظف لدراكونيان من الدرجة ما بعرف العاشرة أو المليون هذا ما بيدو شيء لكن بسبب البرمجة الخاطئة نعتقد كبير لا هذا الذي موجود يحكم الأرض أو كان يحكم الأرض جدا الصغير صغير من السلالة لا أعرف موظف بالدرجة العاشرة البسيط جدا لا أعرف كل الأمور لكن كثقافة خاطئة دراكونيان شيء كبير لا هذا ليس كبير هذا هيك الجدا بسيط لكن الأول هذا يعني لأنهم سلالة جدا كبيرة 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 سلالة بعد سلالة وأجيال يا عزيز ست أستاذ شون هل صحيح أن الدراكونيون هم الذين يعني بالنسبة للكائنات اللي في الأرض مخلوقات ليس هناك البشر هناك الحيوانات أيضا القطة الكلاب يعني جميع الهيوانات والحشرات هل صحيح أنهم قاموا بأخذ كائنات من كوائب من كوائب مختلفة ووضعوها كلها طبعا كلها لأنه الخالق ما يعمل نملة هسا أنت بصي أنت شاهدي عقرب في صحراء قولي ما هو غرب الخالق عقرب وصحراء هذا ليه عاملي اللي دراكونيان حتى يزيدون الغموض بعد أنت تحتار الضيع وبعدها أتو يعني هي بهذه نظريات أنه الكون يعني يصعد وينزل والطبيعة هذا يعني انقراض ومش عارفه لكنه في الحقيقة هذه كلها يعني النمل خلي أقولها النمل العنكبوت الخفافيش الدلافين أسماك القرش الأسد نمشي معها القطط الذباب كلها من أرقى الكائنات وأجمل الكائنات لأنه كله لو نرجع كما بالرسم اللي كانوا معنا بالرسم هي كلها كانت تعود إلى كائنات الظوء هذه النمليين والحشراتين والعنكبوتين بس مش بهذا الجسم والتصرف أي فهم كانوا في كواكبهم قادة وملوك نعم أقصد عندهم الحكمة لكن بسبب الفبركات والحروب أما سرقوا يعني أسروا وشيء فشيء ما بعرف ممكن مئة مليون سنة ممكن مليار سنة فهم ماذا يعملون لدراكونا يأتون بهذه الكائنات كأسرة حتى الحصان هذا الحصان الذي أنتم تروا هو في حقيقته الحصان المجنح عندما نعم يعني أنتم أريد أن أقول لكم شيء الكائن عندما نقول كائن اترك مسألة الشكل يعني مش يشترط يجب أن يكون عنده رئيس وعيون زينة ونقول آها هذا مخلوق من الخالق لا الكائن تعريفه هو اللي عنده فكر وإحساس ويفهم مش يشترط الشكل الشكل تريليونات من التنوعات فهذه مثلا الأحصنة المجنحة موجودة كواكبهم موجودة وعندهم الزعماء والحكماء موجودين ويعيشون هذا أسقط الحصان نعم حتى يعني بعد البايولوجيات نعم لأن هما الدراكونا عندهم هاي هندسة البايولوجيات ومسج الروح وجسم بجسم حشر مع حيوان معروفها يعني يعرفوها فوجدنا الحصان ووجدنا النملة وجدنا العنكبوت وبعدها غيروا غيروا قالوا مثلا هذا التطور وبعدها عملوا غموض أكثر مزجوا مثلا السمك على أساس يعني نحن كنا أصلنا كسمكة من البحار وخرجنا اللي هو كله الخاطئ القرود القرود ما لعلقة بالجنس البشرية هذه كواكب القرود أعظم الكواكب طبعا عندهم هي هذه أشكالها أيضا هذه سحبت سحبت ووضعوها لكن لا يشترط مباشرة بالأرض مش هكذا تنظر إلى الكون تدرج يعني ما بعرف من أي كوكب أخذت وبعدها من كوكب ثاني وكوكب ثالث وكوكب رابع وعاشر شين فشين إلى أن وجدنا حتى الأفعى الأفعى هذه هذه ممكن أنا مش متأكد بس أقول لكم الأفعى هذه ممكن هذه لدراكونيان المعارض اللي مش موافق على تصرف هذا لدراكونيان ممكن أسقط مثلا هناك مثلا مثلا الكواكب الدلافينية هذه أعظم الكواكب موجودة أيضا كزعماء وكحكام القطط هذه القطط والإسود والنمر واحدة شعوب واحدة عظيمة جدا هذه بجمالها وبحكمتها وبروحانياتها وعندنا طلاب اكتشفهم من الكائنات الإسودية أصلا وحتى التقوا بأهلهم في قمة الجمال والروحانيات عجيبين يعني هذه الكائنات الإسودية أي أيضا فيلم أباثار أستاذ شون فيلم أباثار يتحدث عن هذه العوائل الأسودية غاية الرواعة خاصة الجزء الأول من الفيلم هو يقولون أنه نتاج هو جلسة اتصال بهذه الكائنات وأعطوهم المعلومات حتى يقوموا بهذا الفيلم خاصة الجزء الأول من أباثار صح جدا ممكن بس هو جزء منه مو صحيح أقصد الأول ما بعرف هو هل هم بالجزء الأول رابطي بالدراكونين ولا ما رابطي ولا أي شيء يعني مثلا حقيقة أنا لم أشاهده الفيلم لكن فقط طغير شاهدته يقولون هو معلومات أخذوها من الكائنات الأسودية صح جدا أول أما الثاني الثالث يبدو أنه غير لا هو جزء الثاني موجود هو أنتج حديث أعتقد بس مش موجود هو فقط أعتقد الثاني آخر جزء الثاني آه يعني الأول صح الأول صحيح ما بعرف هو هو ممكن يكون ما بعرف يعني أنا شاهدته بس منذ فترة طويلة أقصد بس القصة التي يعني أريد أقول لك أنه القطط والإسود والنمر هذه أتي بها من كواكب أي وغيرت سمح سمح أستاذ أستاذ الجناس يعني البشرية في الجنس الأبيض الجنس الأسود الجنس الأسود كله مأفوض تلك الجينات مأفوضة من كائنات أخرى اكتشفوا يعني الذين باتصال بالكائنات الكونية وجدوا أنه في كائنات أيضا الجنس فيها الجنس الأسود والجنس الأبيض والجنس يعني والمطلسطينيين يعني نفس الملعبح نفس يعني هم تلاعب يعني أخذوا من الجينات قاموا بتهجين يعني بتهجين الجنس البشري يعني كلنا نقصنا من كواكب كلنا من عائلات كونية كلنا صح طبعا هو يجب أن نكون هكذا